الجولة الثامنة من مفوضات بينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي هي الأطول حتى الآن ويتوقع منها أن تكون الحاسمة فما الشروط لتحقيق هذا الهدف وما الضمانات المطلوبة نبدأ مع إيران التي يتحدث مسؤولوها في الفترة الأخيرة صراحة عن المكاسب الاقتصادية المرجوة وأوضح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه في حال رفع العقوبات تتهيأ أرضية الاتفاق في الضمانات أيضا تشد تهران على أنها لن تقبل بأي اتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صغته الأصلية مقابل عودتها إلى الإفاء بالتزاماتها الواردة فيه كما تتمسك إيران أيضا بضمان حصولها على تعهد من الولايات المتحدة بأن أي إدارة أمريكية جديدة تأتي لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى أو تعيد فرض العقوبات على تهران وعند هذه النقطة تتعقد التفاصيل أكثر حيث أوضح المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي أن هذه ضمانات لا يمكن تقديمها وأوضح أنه لا يمكن إجبار الرئيس الأمريكي المقبل على البقاء في الاتفاق وتطالب الولايات المتحدة في المقابل أيضا بعودة إيران إلى التزاماتها النووية وإعادة ترتيب علاقاتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهة المخولة بالإشراف على تطبيق هذه التعهدات بين الشروط والضمانات طالب المنصق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا بضرورة الاستعجال في إنهاء عملية التفاوض ودع المتفاوضين إلى التحلي بروح التسوية لإعادة العمل بالاتفاق ووفق هذه القاعدة تقول واشنطن أن الوصول إلى اتفاق لا يزال في مصلحة الأمن القومي الأمريكي فيما طرف الطهران الخضوع لمهل زمنية محددة لإنهاء هذه المفاوضات